ألقى الحجر الصحي الناجم عن فيروس كورونا بظلاله على التعليم في دول المغرب العربي حيث أغلقت المدارس والجامعات لفترة طويلة خشلت تفشي الوباء وتباينت دول المغرب العربي في التعاطي مع هذه الجائحة حيث قررت الجزائر والمغرب إنهاء العام الدراسي وما تزال موريتانيا وليبيا متذبذبة بشأن مصير العملية التربوية فيما دشنت تونس تجربة التعليم عن بعد رغم اعتراضات الكادر التعليمي على ما وصفها بالإخفاق في هذا المضمار فيروس كورونا فرض واقعا تعليميا جديدا كما فرض واقعا حياتيا مختلفا أصبح التعليم عن بعد وعبر منصات تلفزيونية وافتراضية قد تفضل الأجيال الحادثة التي تجيد التكنولوجيا الوضع المستجد وقد يفتقد بعضهم الأجواء التعليمية الطبيعية وتشكل مدارس الفراغ لكن الوباء في كل الأحوال فرض آثاره على عملية التعليم في دول المغرب العربي فالتدريس الإلكتروني والتلفزيوني يلاق انتقادات للطريقة التي اعتمدتها وزارات التعليم والفرص غير متكافئة في التعليم عن بعض بالنسبة لتلاميذ الريف والقرى فهي معزولة عن شبكات الانترنت ولا تمتلك أجهزة حاسوب واستقرار الإمداد الكهربائي رفاهية مبتغة تونس اختارت أن تكون تعليمتها واضحة منذ البداية وحددت عودة الدراسة لفصول دراسية بعينها في تاريخ قريب بينما تؤجل أخرى الجزائر جمدت العام الدراسي وألغت امتحانات شهادة التعليم الافتدائي والانتقال أصبح يتم باحتساب المعدلات المغرب ورغم استراتيجيته في التنمية وتطوير التعليم الإلكتروني وتعميمه أجلت دراسة بالكامل في جميع المراحل حتى العام الدراسي المقبل وألغيت الامتحانات في ليبيا العودة التدريجية ستكون لشهادتين الإعدادية والثانوية تليهما مراحل التعليم الأساسي وفق الوضع الوبائي للفيروس أما موريتانيا فبدأت بتغيير عملية التدريس بتقديم دروس على القناة التلفزيونية التابعة للدولة اختصرت على السنوات النهائية من مراحل التعليم الافتدائي والثانوي فهل سيطول الواقع الجديد ويظل واقع التعليم مرتبكا ينتظر اندثار الوباء؟ ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا السيد سالم بولبابة أستاذ تعليم ثانوي في وزارة التربية من تونس سيد سالم أهلا بك ما الذي كشفته هذه الجائحة بالنسبة للمنظومة التعليمية في دول المغرب العربي ومن عكاساته أيضا على مستقبل قطاع التعليم في هذه الدول شكرا لك ومساء الخير أخت ريمة طبعا هذه الجائحة هنا جائحة كورونا كشفت من جديد هشاشة البنية التحتية هنا على مستوى خاصة المستوى التعليمي وعدم إمكانية مثلا في الحالات الطارئة والاستثنائية عدم إمكانية الاعتماد على التعليم عن بعد لذلك في تونس مثلا ورغم أن هذه الطريقة تم اعتمادها طوال فترة الحجر الصحي في تونس وكان هناك تواصل تقريب يومي بين الفصول الدراسية جميعا التلميذ وأساتذتهم سواء عن بعد عبر الأنترنت أو كذلك حتى عبر المنصة التي أطلقتها وزارة التربية لفائدة خاصة الأقسام النهائية في تونس وهي السيزيام والنوفيام والبكالوريا يعني المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية نهاية المرحلة الثانوية لكن في النهاية كشفت أن هذه الوسيلة غير فعالة ولا تحقق المساواة في التحصيل العلمي والمساواة في الفرص بين جميع التلميذ سواء تلميذ المدن أو الريف كما جاء في التقرير أو حتى كذلك بين الفئات الضعيفة والفئات المرفهة سيد سالم بالنسبة لقرار وزارة التربية عودة الدراسة لفصول دراسية معينة ما رأي الكادر التعليمي في هذه الخطوة وهل هي مجدية قبل أشهر من انتهاء العام الدراسي نعم في تونس أختي العزيزة حصل حوار كبير وحوار جدي بين وزارة التربية والطرف النقابي الطرف النقابي في تونس نقابة التعليم الثانوي ونقابة التعليم الأساسي أطراف قوية جدا داخل الساحة النقابية والسياسية في تونس وحتى كذلك الساحة التعليمية ووزارة التربية بالاشتراك مع نقابات التعليم قامت بإعداد رزنامة لإنقاذ السنة الدراسية وتم التوافق حولها بين وزارة التربية وهذه الأطراف النقابية لتوفير أقصى شروط السلامة وضمان إنقاذ السنة الدراسية لذلك تم الاعتماد مثلا على إنهاء السنة الدراسية بالنسبة لمختلف الفصول والإبقاء فقط على المناظرات الوطنية يعني تم اعتماد مثلا هنا بالنسبة لكافة فصول التعليم على الارتقاء اعتمادا على التحصيل طبعا في تونس هناك التعليم هناك ثلاثة ثلاثيات ثلاثة أول وثاني وثالث ثلاثة معدلات يعني تم الاكتفاء بالمرحلة الأولى والثانية لاحتساب المعدل للارتقاء ولكن تم إلهاء السنة الدراسية بالنسبة لهذه المستويات لكن تم طبعا الإبقاء على إجراء المناظرات الوطنية ويوم 27 مايو إذن إبقاء على إجراء المناظرات الوطنية لكن هناك قرار بإنهاء العام الدراسي لكل الفصول نعم بالنسبة لكل المستويات الأخرى تم إنهاء السنة الدراسية وتم الإبقاء فقط على المناظرات الوطنية مناظرة البكالوريا أو مناظرة خطب التعليم البرحلة الثانوية هذه طبعا سيقع استيناف الدروس لمدة شهر لتلافي ما بقي من البرنامج الدراسي وكذلك شهر فقط من 27 ماي إلى 27 جوان الجاري القادم وطبعا بعد العيد الفترة المبارك لمدة شهر فقط ثم سيتجرى امتحادات البكالوريا يوم 8 جويلية القادم بالنسبة لهذا كشكل من أشكال ولكن تم اتخاذ إجراءات صحية حذرة جدا بين وزارة الصحة ووزارة التربية في سبيل هنا تم تقريبا إجراء احتياطات صحية للتلاميذ للكادر التدريسي للإطار التدريس سيتم تعقيم كافة الأقسام سيتم امداد التلاميذ بوسائل الحماية سيتم الاقتصار هنا في الفصول الدراسية على عدد لا يتجاوز 12 تلميذ 12 تلميذا سواء في التدريس أو حتى أثناء إجراءات وقائية كما ذاتت سيد سالم لجميع الطلاب والكادر التعليمي خلال شهر فقط من قبل انتهاء العام الدراسي لصفوف معينة شكرا جزيلا لك من تونس سالم بولبابا أستاذ تعليم ثانوي في وزارة التربية